هنروح بعد كده لخبرنا مع سيدات الكرة اليد في النادي الاهلي وكان عندنا مباراة مع الزمالك من حوالي 4-5 تيام وفوزنا الحمد لله بالنتيجة 33-21 بعدها انتقلنا الى مباراة الشمس الشمس كانت مباراة في نادي الشمس كانت اوت ستيشن زي ما حضراتكم شايفين دي كانت لقطات من المباراة الزمالك لان المباراة الزمالك كانت في صالة الامير عبدالله الفيصل بالمقر نادي اهلي بالجزيرة طيب المباراة الشمس كانت في الشمس كانت مباراة مهمة جدا بالمناسبة لان الشمس هو التاني فوزنا الحمد لله فوزنا بنتيجة فرق هدفين بنتيجة 22-20 الفوز كان مهم جدا عشان تأكد صدرتك الصدارة مهمة الصدارة هترتب عليها نقاط هقول لكم ليه يعني هحكي لكم باختصار قص الدوري السيدات باشي ازاي دوري السيدات كان 18 فرقة و 17 فرقة طلع منهم 8 8 دلوقتي بلعب ورايح جاي مجمل 14 مباراة جولة مباراة الشمس الزمالك مباراة مع الزمالك كانت الجولة العاشرة مباراة مع الشمس كانت الجولة الحداشر الـ 12 سبورتنج الـ 13 الجزيرة الـ 14 سموح فإذا كان مباراة الشمس كانت أهم أهم مباراة ليه؟ احنا كنا داخلين مباراة الشمس فرق نقطة واحدة بيننا وبينهم كنا احنا 28 والشمس 27 لما فوزنا مباراة بقى احنا 29 نقطة والشمس فضل 27 نقطة فرق نقطتين يعني انت كدر تحت عشان ماتش سبورتنج اللي جاي اللي قدر الله حصل حاجة فانت ضامن أول أول ده هتكتب عليه هتخش بعد كده هيتم اختيار أربع فرقة عشان يلعبوا دورة مجمعة يحدود منها البطر اللي هيخش أول هيخش من نقطتين التاني تقريبا هيخش من نقطة ونص هتقولي نص نقطة يا كابتن لا تفرق نص نقطة ممكن تخليك على المباراة النهائية خالص هتلعب تلات مباراة على المباراة النهائية هيبقى غالبا معنادي الشبس يكون حسامة الدول كسبتوا مباراة مباراة إيه لك مباراة الشمس يكون تعصر مباراة قبل ما يجيلك انت تخش المباراة تلتة كسبان طب لقدر الله خسرت الشمس وانت داخل كسبان وما بتشتين دول يبقى فيه مباراة فايسر يعني بتدي لك شانس ان انت يبقى ليك فرصة تانية في حالة هزمتك من التاني نص نقطة تفرق السماء والقرض مطشك النهائي في الدورة مجمعة ما يبقاش فاينال يبقى مباراة ممكن فيها التعويض انما بالنسبة للي داخل تاني لا هي مباراة فاينال ومطالب منه مباراة تانية هيكسبك فيها فنص انا شايف اللي بيحصل دلوقتي ده اهم مئة مرة من موسم كله مطشين تاتة اللي فاته قد فعشان كده احنا حطينا الخبر ده وحطينا عليها اسبوت وهي لايت عشان النقطة اللي بقول لحضراتكم عليها ان مهم جدا كنا نفوز على الزمالك وحصل مهم جدا ان طبعا بيقود الفريق عبد المحمد عادل زولة وميشو طبعا مدرب عام حاجة يعني جهاز على اعلى مستوى لما تلاقي بقى طبعا تخش الدورات المجمعة او دورة مجمعة مرتاح وتبقى دي اول بطولة ليك السنة دي لا الوضع هيختلف فاذا المبارايتين الزمالك والشمس كانوا في غاية الاهمية ده عبدا ما قللش من المبارايت القادمة سوى اسفورتينج او جزيرة او سموحة مبارايت مهمة ولكن كان مهم جدا تفرق عشان لا قدر الله تعثرت في احد المبارايت الاربع القادمين او التاتة القادمين فانت في امان تستمر اول الدورة